السلام عليكم مشاهدينا في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم مع الناس نتدي حلقة الليلة بخبر مهم من وزارة الصحة اللي قالت ان العائدين من اداء مناسك الحج يقدر يتصلوا بالخط الساخن 105 عند الشعور بأي اعراض تتعلق بامراض وبائية او امراض معدية الوزارة اكدت انه لازم اي حاج من العائدين من مناسك الحج اذا شعر بأعراض امراض وبائية او غير معتادة انه يتوجه الى اقرب مستشفى حميات الوزارة اكدت كمان على توفر جميع الادوية والمستلزمات الطبية في المطارات والمواني جديد بالذكر كمان انه اجراءات الحجر الصحي مستمرة في كل المطارات والمواني لحين انتهاء موسم الحج وعودة جميع الحجاج عيادات الحجر الصحي هتلاقوا فيها فرق طبية شغالة على مدار 24 ساعة لاستقبال الحجاج وهيئة الاسعاف بتوفر سيارات اسعاف في جميع المطارات والمواني لرعاية ونقل اي من الحالات اللي محتاجة الى رعاية طبية خاصة او محتاجة النقل الى المستشفيات اروح مع حضراتكم لخبر تاني مهم من المجلس الاعلى للجامعات اللي عقد اجتماعه الدوري النهاردة واصدر عدة قرارات منها الموافقة على قواعد واجراءات قبول الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد المصرية بنتكلم هنا عن المرحلة الجامعية الاولى وعلى الدراسات العليا طبعا ده متعلق بالالتحاق بالعام الجامعي 2024-2025 المجلس كمان اكد انه هيتم القبول بكل كليات الجامعات الحكومية وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي والمجلس نفسه كمان وافق على اجراء اختبارات القدرات للكليات اللي يتطلب للتحق بيها اجتياز اختبارات القدرات وده هيكون بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة ان شاء الله وحيكون كمان بنفس القواعد والاجراءات الخاصة باختبارات القبول المعمول بيها من العام الماضي المجلس اصدر قرار بالغاء اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية في الجامعات المصرية وهنا لا يسعنا الا ان احنا ندعي بالنجاح والتوفيق لكل طلابنا في الثانوية العامة والثانوية الازهرية مشاهدين الكرام دلوقتي هنطلع فاصل قصير ونرجع بعده نستقبل ضيف حلقة الليلة الداعية عمر مهران وحوار مهم عن استشعار النعم انتظرونا رجعنا لحضراتكم مرة تانية في حلقة الليلة هنتكلم عن موضوع مهم جدا الا وهو استشعار النعم استشعار النعم ليه ثواب كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى بيخلي الشخص دايما راضي بقضاء المولى عز وجل وبقدره ايا كان احنا شايفينه او فاهمينه خير او شر لا قدر الله بيخليه كمان مسلم اموره كلها لربنا سبحانه وتعالى استشعار نعم ربنا وشكره عليها امر في حد ذاته نعمة وبيخلي النعم دي تدوم وتستمر لان معظمنا مش بيحس بقيمة النعم الا لو لا قدر الله فقدها او تحرم منه في حلقة الليلة باذن الله هنعرف ازاي كل واحد فينا يستشعر نعم ربنا سبحانه وتعالى عليه وهل استشعار النعم ده بيكون باستمرار ولا في حالة حدوث محنة فقط ايه الامور اللي لو الواحد فينا عملها ممكن النعم دي تزول لقدر الله كل ده هنعرفه من ضفنا اللي بيشرفنا في الستوديو الداعية عمر مهران اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بحضرتك سيدي عايز اسأل حضرتك في البداية كده يعني ايه استشعار النعم الله هو استشعار النعم مرتبط بباطن الانسان الاستشعار ده امر باطني 100% ليس له علاقة بالتصرف الظاهري فلما نتكلم عن استشعار النعمة بنتكلم على القلب واستشعار النعمة مدام هو مرتبط بالقلب القلب هو محل الايمان فهو استشعار النعمة نتاج ايمان العبد باهم قضية ان الله هو الملك يعني احنا نجيبها بس من اولها شوية عشان نوصل لاستشعار النعمة جميل لان هو الامر في الاساس امر عقائدي مرتبط باستشعاري بفكرة وايماني ان الله هو ملك هذه الدنيا ان ربنا يملك كل شيء في هذه الدنيا المعنى ده مستقر في قلبي وانا مستقر في قلبي ان انا عبد وان انا عايش في ملك الله في بلاط الملك فان الهوى هوا يملكه وان السماء ملكه وان الشمس والقمر ملك لله عز وجل كل دي عباد طبعا كل المخلوقات عباد لله وان الارض بتاعته وان الرزق بتاعه وان الاكل بتاعه وان اللبس بتاعه وان عبد عايش في ملكه يوم ما يستقر هذا المعنى في قلبي ان لا ملك في الكون الا الله ولا يملك في الكون الا الله وقتها نتاج هذا المعنى وهذا المعتقد هو استشعار النعمة حبقى مستشعر فاي حاجة في حياتي بتحصل ان ده فضل من الله علي هو حالك مرتبط بفكرة العبودية انا عبد ومؤمن ان انا عبد وعايش في ملك الله وقلبي يارى الله ومستشعر عظمة ربنا ومستشعر اسمه الله الرزق فبالتالي عارف ان انا اللي عندي ده بتاعه مش بتاعي فمستشعر نعمته وفضله علي طول الوقت عظيم المعنى اللي حضرتك بتقوله ده انا فهمه من الهي الكرام مما جعلكم مستخلفين فيه صحي كده؟ صدقت حضرتك احنا لا نملك احنا ربنا استخلفنا فترة من الزمن ورزقنا ارزاء معينة الى ان نترقها وننضي احنا هنمشي صحيح فهو الواحد كل حاجة في حياته كل حدث في حياته هو نعمة طب انا امتى هستشعر هذه النعمة لو انا مدرك من هو الله ان الله هو الملك واحد اتنين حاجة في مبدأ عظيم العلماء اتكلموا عنه مبدأ الاستحقاق الاستحقاق هو احنا نستحق ما نأخذ وما نملك بلغة الدنيا الاستحقاق يعني ده جاية من الحق ده حقي يعني مثلا انا اشعر ان انا مستحق انا استحق ان انا اجي اعود مع حضرتك ده حقي ان انا اجي سواء الحقيقة هو ده حقي لا ده دعوة حضرتك من كرمك بعد تهالي والقناة دعتني فانا جدا فضل منكو انا مليش حق عندكو المعنى ده مهم جدا لان كتير مننا في هذه الدنيا هو عايش يشعر بالاستحقاق يعني ايه انا حقي ان انا عايش زيك او انا حقي في هذه الدنيا ان انا اخذ اللي نفسي فيه فبالتالي شايف ان حقه رسمة معينة حقه توقعات معينة فلما يكون ما اخدش اللي هو عايزه فيبدأ يشعر ان هو انا اتخزلت انا ناقصني كتير فوقتها حضرتك النعمة اللي عنده غصبا عنه ما يستشعرهاش وما يستشعرهاش اصلا ان هي نعمة بالعكس نعمة ايه النعمة دي انا فضل انت تنعم علي لكن لا هو ربنا منعم يقول اه ربنا منعم على الحقيقة لا مش على الحقيقة او على الحقيقة انا كعبد ارى ان انا ليه في الدنيا دي حقوق انا جاي عشان اخدها وحياة معينة اعيشها انا ما اخدتهاش فبالعكس انا عاتب على ربنا اه وانت ليه ما اديتنيش اللي المفترض اغده بقى عنده نقمة في نفسه نقمة مش هستشعر النعمة بالصبت كده وقتها مش هستشعر النعمة فهو فيه معنى المعنىين دول مهمين جدا هل انا مرتكز عقائديا ومتربي عند العلماء وفهمت ان الله هو الملك ومش فهمت مجرد معلومة الايمان يحتاج للتثبيت والتكرار طول الوقت لانه يزيد وياق اه بالضبط كده وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين فالأمور العقائدية محتاجة الواحد يفكر نفسه بيها ويسمعها بقلبه وبودانه طول الوقت عشان يفضل المعنى رصخ جواه ان الله هو الملك فكل لما نفسه تحدثه ان انت ليك طلبات في الدنيا ما تحققش فيشتكر ان انا مش هنال موضوع ده ربنا هو الملك انا هو يفعل ما يشاء انا لا املك وما ليش حق واللي هو يديه واللي رح بقى طير بيه لكن لو انا ما عنديش المعنى ده حتنقل على طول من العبودية للاستحقاق انا ليه عندك وليه ذو بالله انت مدتنيش حاجة دي الازمة اللي احنا عايشينها بدل استشعار النعم هو الشعور شايفها حق اه طبعا والله الملمح ده مهم جدا وانا سعيد ان حضرتك اثرته بالطريقة دي ليه لانه يعني مثلا في بعض المجالات الدراسة زي القانون مثلا يقول لك كل حق يقابله واجب صحيح فلو انا قلت ان ده حقي استغفر الله العظيم يبقى معناها ايه انه ربنا والله لا يجب عليه شي هذا بالاجماع يعني دي مسلمات مش عايز الكلام صحيح سبحان الله وهو الحقيقة هو احنا لنا ايه عند ربنا لو على الواقع بحنا نتكلم بجد مين فينا لحاجة عند ربنا يقدر يحسب عليها يطلبها منه فيشعر ان هو المفترض النعم اللي كيفودي اخدها ما اخدهاش بس ده طبعا ده نتاج التربية المادية ايوة اللي غزبا عندنا تربناها ويعني واصحابنا وحبيبنا والناس اللي حوالينا تربطها ان في الدنيا انت موجود علشان تحقق انت في الدنيا موجود علشان تتبسط انت في الدنيا موجود علشان تعيش الحياة الفلانية بالطريقة الفلانية فبالتالي انا متربي على كده فمستني الحياة دي ما اخدتهاش يا رب قلبي يتغير بقى بالضبط فما اصبحتش النعمة لها قيمة ما اصبحناش بنشعر العكس بقى لما بنتربى ان الله هو الملك وان الله هو الفعل وان احنا في عباد رب ان احنا عباد رب العالمين كان الشيخ يقولينا دايما كده هو العبد اللي عايش في بلاط الملك الغدى اللي بينزله كل يوم بيأكله ولا يقدر ما يكلوش ما يقدرش ما يكلوش حتى لو مش عاجبه ده الملك امر بالاكل ده فأسره والعبد عايش جوه بلاط الملك كويس يقدر يطلب غيره طب لو ما نزلوش اكل هيقولهم فينا الاكل التاعي انت عبد تماملوك ولله المثل الاعلى احنا عايشين في ملك الله الارض دي هي بلاط الملك وده الجزء طبعا لا يذكر من ملك وكون رب العالمين فربنا الملك القوي الرزاق هو اللي يقدر ارزاق العباد فهي النعم دي في الاصل هي ارزاق فربنا قدر علي الجاكت الازرق وقدر حضرتك الجاكت الجري مش حعرف اخذ داوه حالك ترفته ده اللي مكتب لي واللي مكتب لك من عند الله هو فضل من الله ونعمة لو انا مستشعر ان انا عبد هابقى فرحان بيها جدا انه لبسني انه سطرني عظيم كنت ممكن ملبسوش فانا هشعر وقتها ان اقل حاجة في حياتي نعمة كبيرة هابقى مستشعر فضل الله علي فيها واللي مليني الشكر والخشوع والافتقار عظيم كله بتاعه ومن عنده نعم مش هقول كما قال قارون انما قوتيته على علم من عندي اللي هو فكرة الحق اللي ده نستحق اه ده شغلي ده تعبي ده علمي ده مجهودي او دي حياة اللي انا مفترضة عيشها كل دي بتاعتي انا دي دي على الحقيقة مش موجودة بس ام تحتبقى مش موجودة في القلب بجد لو القلب مليان بالله وهو ده الاساس طيب انا عايز اوازم بني وبين فكرة السعي ما احنا برضو مأمورين بالسعي انا مسلم انه كل شيء لله سبحانه وتعالى كل شيء اللي عنده بمقدار ماشي ما عنديش مش موجودة بس طب انا بقى فكرة السعي هربطها بدي ازاي ما انا مأمور بالسعي تمام طيب خلينا نتفق وده بقى ده مش كلامي وحالك عارف ده كلام الامة وفي الاصل النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وطبعا المصدر رب العباد نعم هو على الحقيقة ان ربنا امر كل واحد فينا بتمام السعي وكأن الموضوع كله في الدنيا دي دورك ده كله انك تسعى وقال ليس للانسان الا ما سعى نعم يعني لها زوايا كتيرة ومعاني كتيرة وان سعياه سوف يورى طيب فانزل سعى بكل طقتك عشان تحصل اللي تتمناه بس هل ده حال القلب لا هو عليك هم مصارين متوازين ماشيين جنب بعض انا بسعى ده حال عقلي وجسدي الاخذ بالاسباب والسعي حال العقل والجسد طيب ايه حال القلب ان السعي ده في حد ذاته نعمة من الله وهو السعي ده نعمة من النعم أصلا هو مين اللي وفقني لهذا السعي هو مين اللي ادني القدرة والطاقة والنفسية والأفقار والقوة الجسدية ان نسعى الله مين الفاعل انا ولا هو وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ربنا هو الفاعل الله هو الفاعل على الحقيقة يبقى سعي ده في حد ذاته اللي الناس بتسقف لي وتسقف لحضرتك وتسقف للناس عليه السعي ده ده بشاطرتي لا ربنا هو الفاعل فالسعي ده نعمة تستحق الشكر يا الله ومفرداتها كل مقوماتها من طاقة من قدرة من قدرة عقلية من توفيق ونجاح اهلني ان انا اشغل وظيفة معينة كل واحدة من دول فيها آلاف النعمة اللي تستحق الشكر حاجة اصلا السعي ده تشريف ان انا يكتب لي ان انا يكون لي دور في النفع حتى لو حنزل اشيل الكباية دي انقلها عشان حيك تعرف تصور انا عملت دور انا لي اضافة صحيح ان ربنا جعل لي دور وجعل لي قيمة لتشريف من الله لي ده استحق ان انا بقعد اعمل كل حاجة لو انا مستشعر المعنى اه انزل اسجد على الفرصة اللي ربنا ادهالي في الدنيا ان انا يكون لي اثر ونفع عشان اكافأ عليها في الاخرة انت تتعم معاك ده الله ربنا سبحانه وتعالى انت فتح لي ببداي اوي كده صحيح يعني يلهمك كل شيء ويثيبك عليه لو احسنت كمان فهو السعي نعمة ونعمة كبيرة ونعمة تكفي ان الواحد يبقى ساجد وخاشع ومستشعر ليل ونهار السعي في حد ذاته وبالتوازي من كرم ربنا علينا اسعى بعقلك وبجسدك وقلبك مطمئن تماما ان النتيجة من عند الله ربنا ولوه النتيجة بتاعتي عشان كده الامام نعطاء الله قال اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انتماص البصيرة منك الله اجتهادك فيما ضمن لك اي النتيجة النتيجة دي بتاعت ربنا مش بتاعتك صحيح انت مطمئن اسعى وانت منطمن تسعاش بقى كأنه عارف حالك كأنك كده جاء طب طب عليها بتقول لي ايه انت صاحبي يا أخيك كبير عشان خاطر يا عمر اسعى وانت منطمن بص يسعى وانت متأكد وانا بقولك هو اتأكد ان نتيجة سعيك ده هتاخد مكاسب لا تتخيلها هتبقى طغتي عاملة ازاي وانا بسعى ده انا كل طغتي النفسية رايحة في سعي لان حالك طمنتني ده فعل الله مع العباد سبحانه وتعالى اني انا الرزاق لا اله الا انا وهو الغني عننا وعن سعينا اصلا طبعا حالك هو اللي وفقنا الى السعي هو اللي وفقنا الى النفس نعم صحيح هو حالك هي كل ذرة في جسدنا نعمة وكل نفس نعمة السعي ده نعمة كبيرة بل السعي في باطنه نعمة كمان اكبر وهو الاطمئنان والتوكل على الله اثناء السعي اللي هو مرتدده بالارتباط فيبقى حالك يبقى شخص بيسعى ظاهره يعني عامل كل طقته وظاهره تعبان وعمل مجهود ولكن بقلبه هو في الجنة هو مطمئن ان النتيجة من عند الله وان حقه مش رايح هتقول لي بس ممكن في الدنيا يفشل بمقاييس الدنيا طب صاحب الرؤية الربانية والاعتماد بالقلب على الله والعقيدة النبوية السليمة لا يفشل ليه؟ لان الرزقي ونتيجة تعب على الله من عنده ربنا اللي هيكافئني حالك ممكن تشوف انها موفق يعني انا جيت الحلقة ما في شرحها خالص فجيت عادت هنا قدام حضرتك مش عارف انطق فبتسألني ما بقولش طبعا دي مشكلة كبيرة ده يا جماعة ازاي ده يحصل ده حاجة خارج العقل طب عند الله لأ انا عملت اللي علي وجيت وربنا اللي ما انطقناش صحة والغلط طب ربنا حيثبني وحيكافئني على اللي حصل ده ولا لأ ده ممكن اكتر ما كنت اتكلم وتسقف لي صحة والغلط لان ده هو ظاهر ابتلاء صحة والغلط صحيح يبقى ما فيش حاجة اسمها فشل لان رب العالمين هو اللي بيكافئ وهو اللي بيجازي فالسعي ايا كانت نتيجته انت في تمام النعمة عشان كده وقال ليس للانسان الا ما سعى مش ما ادرك صبت كده وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى اللي محدش يتخيله وان الى ربك المنتهى الموضوع كله بتاعه خلصات سبحان الله موضوع كله بتاعه نعم طيب حضرتك دلوقتي وانت بتشولي على ان كل حاجة في حياتنا نعمة الهامي بفكرة معينة عشان نسعى فيها نعمة نعم طيب كتير من الناس ممكن يفكر او يقيس فكرة النعمة او الرزق على الفلوس بس او الممتلكات المادية بس نصحح المفهوم ده ازاي والله حريك هي احنا هو في الاساس مفهوم الرزق احنا نجعل الرزق هو الرزق في الاساس ايه مرة كان احد المشايخ بيقول لنا لو عاست افسر لاي حد فكرة الرزق اشرح له فكرة الزرعة يعني ايه يعني واحنا عاديم مع بعض دلوقتي انا وحضرتك بنتكلم هو فيه انسان ماسك بزرة على بعد الاف او عشرات الالاف الكيلومترات حيزرع بزرة اهوة ام حقايا كانت واحنا عاديم بنتكلم مع بعض كده البزرة اللي بتتزرع دي اللي انسان بيحطها هو ما يعرفش ان فيه مخلوق في الدنيا اسمه فلان هو بزرعها علشاني صحيح يا مقدر سلفا انه حضرتك اللي هتستفيد منه هي هتتزرع وحتتحصد وحتتنظف وحتتعبه وحتتشحن بعد الاف الكيلومترات هتوصل هنا عشان تتصنع عشان انا اخدها اشربها او اكلها فهي الامر مرتبط الرزق ده لو الواحد بس قاعد يفكر حيلاقي ان رب العالمين بيحطنا برزقه في كل جوانب حياتنا ليل ونهار هو الرزق ده ده الرزق النفسي اعظم بكتير من الرزق المادي واحنا بكلنا بنشوف في حياتنا ان ممكن حد في وقت يكون عنده امكانيات مادية قوية جدا ولكنه في ازمة نفسية يعني يتقطع القلب صح ولا غلط وتمنعه من الاستفادة او من التمتع بكل ما عنده من اشكال الارزق المادي حركة الدنيا كلها بتقفل صح مش بيستمتع بحاجة حاجة لا للدنيا كلها بتسود بل بالعكس ممكن تبقى الرغبة الاساسية هي الموت صح ولا غلط ولا عياذ بالله صح ولا عياذ بالله صح ده واقع وده واقع احنا عايشينه ومنتشر والتوتر والقلق اللي بيصاعد طبعا كل ده نتاج وساوس الشيطان ورب أنا محذرنا كل ده مدخل الشيطان خوف توتر قلق كل الازمات النفسية دي في الاصل لعبة الشيطان هي الهدم هو الشيطان مش عايزني اعصي والشيطان عايزني اشعر ان انا فقد كل شيء فعز من عندي فهو حضرتك هي الازمة الكبيرة الشعور بالفقد ان انا لا املك شيء هي دي بتبقى الازمة الكبيرة بدلا ما التفت للنعم بل تفت عن النعم بس انا مش شايفها اصلا صبت كده لان انا خلاص انا انا من جوايا عندي ازمة نفسية فالرزق النفسي اللي بيخلي الانسان بقى اللي هو اللي هي عقلية الوفرة زي ما بيقولوا في العلوم الانسانية ان انا حاسس ان فيه خير ربنا موجود وحاسس ان فيه رزق ربنا موجود وحاسس ان الحاجة الصغيرة دي حلوة في حياتي وبسطاني النفسية دي دي اغلى رزق وييجي جنبها بعد كده رزق المادي ما بنقللش من من اهميته ده اساس من اساسيات الحياة الاكل والشرب ولكن هو انا لو لو انا الدنيا جوايا قفلة انا مش هاشعوره بطعم اللقمة صحيح انا مش هبعيز حاجة صحيح مهما امتلكت ولو انا نفسيا في حالة جيدة وان عشان برضو نربط حييجي في ذهننا دلوقتي طب ما انا نفسية تبقى كويسة لما يبقى عندي لا كمان ده بصح كمان ده مش حقيقي باعتبار ان ده المعيار الوحيد بالصبت وعلم النفس كله قائم على فكرة ان الاتزان ليس له اي علاقة بالملكية هي الفكرة اتزان النفسي مانوش علاقة عندي ايه ما عنديش ايه اتزان النفسي ده مرتبط بباطني مرتبط برؤيتي السليمة للاشياء نفسيا اللي هي عندنا في العلوم الشرعية وفي العلم الرباني اللي هي العقيدة المنضبطة لو انا شايف مثلا نقطة الاتزان بين السعي والنتيجة ان انا اسعى وعمل اللي علاية بالسعي مؤمن بيها بقلبي بجد وبعمل اللي علاية بجد ان انا اعمل اللي علاية بجد فعلا لا انا انا اعمل اللي علاية بكل طاقتي اعمل علاية للآخر كويس وفي نفس الوقت ان النتيجة ده رزق ربنا لي فانا وقتها باطنيا انا في نقطة الاتزان بعمل اللي علاية والنتيجة بتاعته حينتج عنها ان انا شايف كل حاجة في محلها حينتج عنها ان انا مستشعر فضل الله علاية واللي ربنا بيدهولي حينتج عنها ان انا عايش مبسوط حينتج عنها ان انا انا راضي زي ما حد ذكرت في المقدمة حالة من الرضا حالة من الرضا دي بقى تخلي كل حاجة اميتها كبيرة بإذن الله عظيم هستطرد مع حضرتك أكتر في هذا المعنى الجميل ولكن بعد فاصل قصير انتظرونا يا كرام بجدد الترحيب بحضراتكم وحلقتنا ليلة عن استشعار النعم كنا قبل الفاصل بنتكلم عن أنه تحقيق فكرة التوازن حالة الرضا النفسي اللي تخليني في سعادة دائمة سواء حصل لي حاجة أنا شايفها خير أو شايفها ابتلاء بغير الخير شايفها شر هو نظرتي دي تصحها أصلا؟ يعني المنظور الفردي في تقييم ما يحدث لي أنه ده ابتلاء خير وده ابتلاء شر دي نظرة صحيحة أصلا؟ طيب تعالي تفق أن نظرتي وتقييمي ده أنه ده خير وده شر بناء علي بناء على علمي ورؤيتي لهذا الأمر طيب هو مين صاحب هذا الفعل؟ مين اللي قدر علي الابتلاء ده؟ ربنا سبحانه وتعالى أو الموقف ده؟ ربنا سبحانه وتعالى طيب هل أنا بأصص على المنظور؟ هل أنا يعني هل أنا قاعد جنب حضرتك وشايفين مع بعض نفس الكاميرا؟ لا كاميرا حضرتك أنا مش شايفة كويس؟ فأنا معرفش قيم حضرتك شايف إيه؟ صح ولا غلط؟ صح؟ ربنا يملك تمام العلم وتمام القدرة وتمام الحكمة وتمام الإرادة عزيم وإحنا لا نملك منهم شيء خلص إلا المدد الرباني يعني الإذن من ربنا إن الواحد بس كده إيه؟ يفهمه حاجة يعني على قده كده وفي علم واحد ويفضل يجتهد فيته لعمره فيعرف له فيها جزء نعم في علم واحد أو بعض العلوم يبقى عنده كده حاجات بسيطة طيب أنا إزاي وأنا مش باصص من المنظور الرباني ومعرفش ربنا رتب الترتيب إزاي؟ ولئما قاله كل ما جاء ببالك فالله بخلاف ذلك كل ما حتتصوره عن ربنا وعن الترتيب الرباني للأمر أنت مش ممكن تتخيل أنت مش هتقدر توصل أصلا لا تبلغه الأفهام مش هتبلغ عمر مهما الأفهام والعقول تبلغ أي حاجة ولا تدركه الأوهام مهما حاولت تتخيل مش هتدرك ربنا مرتب إيه؟ فحريك إزاي؟ أمر رباني أنا أقدر أقيمه وأنا ما عنديش من الصورة أو أنا مش شايف الصورة أصلا أنا كده يعني عند الإيمة اسمها تألح على الله أنا كأني قاعد على العرش الرباني وبقول ده حاجة وحشة طب هو ظاهره حاجة صعبة آه ظاهره حاجة صعبة لكن أقدر أقيم أن ده خير وده شر ما عرفش أنا بمر بابتلاء متعب ده التقييم اللي ينفع نقوله ده متعب ده موجع ده مؤلم أنا حاسس أن أنا مش قادر عليه لكن أنا مش قادر عليه لا أنا قادر عليه ليه؟ لأن ربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فبص حريك الحوار الداخلي حيبقى كله ما بين مشاعري وما بين عقبتي برب العباد فوقتها مش حقيم وقتها زي ما حكذكرت في المقدمة حسلم وقتها بقى خلاص أنا إيه؟ خلاص بص هو اللي بتلقى ده تعبني أو أتعبني وأنا ما كنتش أحب أن أنا عيشه أو ما كنتش أحب أن أنا عيشه فهو مقدر علي مين اللي اخترهولي؟ ربنا ربنا فأنا يا رب حرفع إيدي وقول أعديها على خير حقول لحضرتك لأن إيه؟ اللي بتلقى حيحصل حيحصل أستقدر الله نافد نعم لا يتغير صحيح ولكن إحنا عندنا اختيارين يما وقت اللي بتلقى أشعر بالألم والوجع لأن إحنا بني قدمين كويس؟ بس يبقى جوايا حالة من الاتصال بالله ومستشعر السند الرباني فيهون علي الحمل فبدل ما أنا بقى منهار عشرة من عشرة فبقى موجوع واحد من عشرة أو اثنين من عشرة أو تلاتة من عشرة باختلافات فردية ولكن لو أنا لكن لو أنا مش مستشعر المدد الرباني في الابتلاوي شايف أن ده غضب ربنا واللي ربنا بيعمل فيه كده وأنا شايف أن ده حيدمر لحياتي مش حاجة اسمها كده طبعا وأنه ده مش حيعدي وقتها أنا حجم الأزمة حتضعف جوايا وحتئذي نفسيا جدا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو راجع من الطائف في الوقت اللي الدنيا أفرت يعني مكة الوضع صعب الطائف أبو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبلغوا مكة أن النبي كان عندهم أنه هو بيستعين بيهم عليهم ودي مش حقيقة هو النبي قعد وكلم ربنا وده عشان كل واحد فينا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إزاي يتعامل مع الابتلاق صحيح وقال لي ربنا إني أشكوا ليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس صحيح ده أنا موجوع جدا أنا بشتكي لك ضعف قوتي أنا مش قادر التعبيري عن الوجع عادي ما فيهوش إشكال ده حقي ده حقي فعلقتي بربنا ده من جمال ربنا طبع سبحانه وتعالى من جمال ربنا أن ربنا فتح لنا الباب ده عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم أعبر عن وجعي وأقول للجواء ربنا اللهم إني أشكوا إليك فإليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني أنا مش مستحمل يا رب بس النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده رد على طول إن لم يكن بك علي غضب فلاقوا فلاقوا مدام ده اختيارك يا رب أنا مستحمل سلمت أنا مسلمت الحالة دي هي حالة الرضا حالة الرضا مش إن أنا ملاك بجنحات وبرفرف وسعيد في عز اللي بتلاق حالة الرضا إن أنا موجوع وصادق مع نفسي وصادق مع الآخرين وآدر عبر عن وجعي وفي نفس الوقت قلبي في اطمئنان مدام ده رزق ربنا وفعل ربنا أنا قابل وده معنى التسليم سواء أنا فهمت الحكم من اللي بتلاق أم لم أفهم مش هفهمها نادرة لما هفهمها حالك إحنا برضو تربينا في الخطاب الديني في الستين سبعين سنة اللي فاتوا إن بعض من الدعاء بيقولوا طول الوقت بيفسروا الأحداث ده فلان ده حصلوا كذا عشان كذا ده أنت لما تقلع الحجاب هيحصل كذا بيوزعوا أقدار ربنا بتفسيرهم بيفسروا أقدار ربنا في العباد فبالتالي ترسخ جوه جموع وكثير من العباد من المسلمين إن ده نتاك حاجة عشان حصل كذا فربنا بيعمل معايا ده أصلا عملت الحاجة كل ده مش موجود كل دي توهمات وتكهنات بدليل أن الصالحين أو من حسابهم صالحين بيبتلوا برضو حالك هي هو الابتلاء ده سنة كونية أو سنة ربانية لكل العباد مؤمن وغير مؤمن مسلم وغير مسلم صح؟ اللي بيعبد القطة بيبتلى والمتصل برب العالمين وسيدنا محمد يبتلى بدي ترتيبة ربانية محاجة شرف لها الضبط بتاعها أشدوا الناس بلاء الأنبياء أصلا حالك إحنا من الأخطاء الكبيرة أن احنا بنقول بالأشياء أن الابتلاء ده مرتبط بمعصي ده مبتلى ليه أصله عصى طب ده مبتلى ليه أصل ربانية بيحبه الله هو مين بقى هي الفكرة نعم نعرفش أيوة هي ترتيبة ربنا ربنا بيبتلي كل العباد بالصورة اللي يشاءها رب العباد اللي رتبها لعباده وقت ما يشاء دي رحلة ربانية ربنا رسمها لهذا العبد هو ربنا عايزها كده يوم ما نرتكل لهذا المعنى أن الله هو الفاعل وأن ربنا عايزها كده لأننا قلبي مليان بالتعرف على ربنا فحسلمها لله رحلتي وهو عايزها كده وأنا بتاعه فأنا بعبر عن وجعي ومكمل في رحلتي طيب لو أنا من منظوري الفردي شايف أنه فيه ابتلاء ما هو ابتلاء بشر وليس بخير هو ممكن الابتلاء اللي أنا أحسابه شر ويكون فيه حقيقته خير يعني حاول أحرك أن أنه ممكن يبقى نسبة كبيرة جدا في حياتنا وحياة أصحابنا وأهلنا حصل معنا مواقف على حياة عنا كان ظاهرها شر وبعد فترة من الوقت من كرم ربنا علينا ورّلنا في حياتنا أن الابتلاء ده كان سبب أكبر نعمل واحد فيها حصل في حياتنا يعني زي ما المشيخ يقولوني يعلمنا الأدب مع الله أيوة يعلمنا لما يحصل الابتلاء على الأقل ننتظر على الأقل نتماهل فيه ابتلاءات حنشوف نتاجها في الدنيا حنشوف العزة والفتح بهذا الابتلاء ممكن بعد سنين مش بعد يوم واثنين وثلاثة يعني وفيه ابتلاءات حنشوف نتاجها في الآخرة حنشوف بقى الترقي والرفعة في الحقيقة عند رب العالمين في الجنة نتاج هذا الابتلاء كده حضرتك بتفتح لي نقطة في غاية الأهمية إن ربنا سبحانه وتعالى حتى وهو يبتليني والابتلاء خير أو ما أراه أنا شر خير وشر والاتنين ربنا بيثبني عليه والابتلاء اللي أنا بحسبه شر أنا باخد عليه ثواب يعني بيرقيني وبيرفعني فعلا حالك ما هي الفكرة هي الحياة دنيا ولا دنيا وآخرة ده برضو منظور مهم جدا محتاجين نرجع خطوة الوركة هو الموضوع الستين سبعين سنة ولا هي الحياة لها منظور أوسع بص على الصورة الكاملة الحياة هي الصورة الكاملة بص على الصورة الكاملة عايز تحكم على ربنا وده قرار واخده طب استنى بعد لقاء الله وحكم على المشهد كامل ويشوف اللي ابتلاء ده كان خير ورد شر حتستعجل دلوقتي تحكم على ربنا بعد 30 سنة وربنا ما عنده الزمن وحاجة يعني أيام عدت على الواحد وتقول لا ده ابتلاء كبير وربنا ضيعة دي حياتي طب استنى تمهل بس شوء عظيم طيب هاجي بقى لحيارتك لمحور آخر فكرة الرزق أنا عايزة وسع رزق ممكن أعمل إيه ببساطة شديدة كده وإزاي أشكر النعمة أصلا طيب عايزة وسع رزقي ده فرد عليها ده فرد عين لأننا المسؤول عن نفسي وعن رزقي في هذه الدنيا ده بمنطق إيه الدنيا وربنا كلمنا في الكرآن عن الدنيا إن احنا مأمورين بعمارة الأرض صحيح والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمنا عن السعي للأرزاق في الدنيا فأنا مأمور فده واجب على العبد إنه وسع رزقه طب يعمل يعشان يوسع رزقه ياخد بأسباب توسعة الرزق أنا حستخير وحستشير وحسأل واحد واثنين وثلاثة وعشرة وحشتغل شغلانا واثنين وثلاثة وعشرة وحستسمر وقتي في إن أنا أبني نفسي عشان أعمل حاجة وفي ناس في حياتنا بتشتغل شغلانا واثنين وثلاثة جنب بعض وبتدير وقتها رجالة مش ذكر و لا 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 قدامك المصابرة بالضبط سواء ذكر أو أنت رجالة ناس بتتعب وبتشتغل شغلانا واثنين وثلاثة والهدف والنية توسعة الرزق دي عند رب العالمين من المجاهدين من المجاهدين طبعا أنا بسع في هذه الأرض ففيهما فجاهد أو كما قال صلى الله عليه وسلم بالضبط إذا قضية الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله انزل بقى ورينها بقى ورينها حتعمل إيه بمنتهى القوة ومنتهى التركيز وكأن الدنيا هي كل همك جميل استدعاء الآية فإذا قضية الصلاة فانتشروا في الأرض وده كمان دي صورة الجمعة صحيح فده قضية صلاة الجمعة بالضبط لو فكرة أن أنا ماشي بالمصارين زي ما حدرتك تفضلت من البداية خلاص المصار القلبي الإيماني واللي لا ينافيه أبداً فكرة السعي الدائم في الحياة حاليا ذكرت نقطة مهمة جداً دلوقتي إحنا أزمتنا في مرحلتنا العمرية وفي زماننا ده إن إحنا مركزين في الدنيا بتفاصيلها وركنين تماماً الجانب الروحاني والاتصال برب العالمين وكأنه شيء فانوي كويس؟ فإحنا بالضبط عاملين زي اللي بقى اللي بيسعى بكل قوته وهو قوي عقلياً وعنده إمكانيات شغال بقى على نفسه وعنده سكيلز تقيلة وفاهم في الشغل وعرفه وبيعمل إيه هو كان يركب عربية محترمة جداً بس هي فيها فردتين كاويتش نايمين لو حد ماشي بعربية وده حالها بعد لو العربية دي آي إن كانت المركب تعيثها أعظم حاجة في اللامبرجين أي حاجة في الدنيا وماشي بيها بعد عشر ديور بيسعى بيستحمد يمشي بيها عجلتين نايمين مش هيعرف لازم حيركن صحة ولا غلط وهكي الجانب العقائدي اللي هو التعرف على الله إن أنا بتعرف على ربنا من هو الله وأسماء وصفات ربنا إن أنا عمال أتعرف فعل الله في هذا الكون وعمال أشوف قوة ربنا ورزق ربنا وحنيجة ربنا ورحمة ربنا وعفو ربنا وجمال ربنا فربنا ملأ قلبي واحد والتانية اتصالي بهذا الجمال بقى ذكري وخلواتي وده كله خمس وعشر دقائق في اليوم الدخلة الروحانية دي لما تدخل على الإنسان اللي بيسعب كل قوته ده العربية هتتزل هيعيش مستريح متطمن هادي طقته مش بتستنفذ بدل ما يتقلب وحش يفضل محافظ على إنسانيته وجماله ويبقى طقته كلها إيجابية متزن هيش مرتاح والله هو المتزن ده اللي حينتج في الحياة بالضبط جدا تسمح لي حضرتك ناخد بعض مداخلات معنا الأستاذ طارق من القاهرة أهلا وسهلا أهلا بيك اتفضل سمعينك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبدالك أنا بقالي مدة يا ربنا ما يزود عليها حاجتين عمل الخير والابتلاءات إن يا ربنا بيستحي أبواب كتير بتخلني أعمل خير كتير وفي الناس الوقت بيزود عليها الابتلاءات ده معنى إيه؟ ابتلاءات بمعنى حاجات حضرتك شايفها صعبة عليك في الحياة يعني؟ طيب يا أستاذ طويل شكرا للتسعى لحضرتك ممكن نقوله إيه؟ بيفتح له أبواب خير زي ما هو شايف وبرضه زي ما هو شايف حاس إنه فيه ابتلاءات صعبة عليه في الحياة فيه تحديات كتير أول حاجة نقول له ابتلاءات ربنا يكون فونك وربنا يجول بخاطرك ويططب على قلبك ويرفع عنك هذه اللي ابتلاءات في أسرع وقت يا رب ولكن هي الابتلاءات سبحان الله هي الحياة زي الرسم الباني ليها صعود وهبوط طلع نازل فالابتلاءات دي تقف مرحلة من مراحل أي واحد فينا في حياته وساعات في ناس الصعود والنزول كتير وبتقات مقدرة عليه بس من كلامه كده فعز الابتلاء ربنا فتح له أبواب النور ربنا يططب عليه عشان ما يفهمش إن الابتلاء ده يعني زعل من الله واللي يفهم من الابتلاء ده والابتلاء ده ترتيبة الدنيا بس عايز تعرف قد أنت غالي عندي هفتح لك الأعظم إنك تنفع عباد رب العالمين والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس حببهم إلى الخير وحبب الخير إلى قلوبهم وأولئك الآمنون من النار وفي رواية أخرى وأولئك الآمنون من عذاب يوم القيامة اختصهم أي دول خاصة الله دول بتوع ربنا فربنا بيقول له فعز الابتلاء اللي أنت فيه أنا بجبر بخطرك وبطبطب عليك ويقولك أنت من خاصتي فأنا هفتح لك أبواب تهون عليك هذا الابتلاء لحد ما يمر فأنا يدعيه إن شاء الله ربنا يرفع عنه هذا الابتلاء بس فتح أبواب الخير دي رسالة وطحة من الله قد يقر ربنا بيحب وبيجبر بخطره طيب أعايز من حضرتك إجابة سريعة للسؤال القاتل إنه وقتي أزف يعني لو خدنا من منظور علمي هتلاقي مثلا إنه أنا بتنفس ما بين مثلا 17 ألف و29 ألف مرة في اليوم قلبي ده بينبض ما بين 60 و100 مرة في الدقيقة كل حاجة من دول نعمة استمرارها نعمة إزاي بالبلد كده ألاحق على شكر النعم أشوف المنام يوم ما قلبي يرى المنام ويرى أن الله هو الفاعل ويفهم معاني أسماء وصفات ربنا مش هيبقى كلامنا واضح أبقى فاهم معاني أسماء وصفات الله وشايف أثرها في حياتي وفعل الله في حياتي يوم ما بقى شايف قلبي شايف الله ومستشعر وجود ربنا يوم ما بقى شايف المنعم هستشعر كل نعمة في حياتي حابقى في كل لحظة بقلبي بشكر ربنا على اللي عندي في ذكر معين أو دعاء معين ممكن أقوله والله حركوة اللهم إنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد حركوة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وثلاث مرات الصبح وثلاث مرات بالليل اللهم إنا لك الحمد حمد كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد أنا بشكر ربنا على كل حاجة في الكون قدرها في حياتي وهو المنعم وهو سبحانه وتعالى اللهم لك الحمد ولك الشكر حمدا كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطان فضيلة الداعية عمر مهران أنا مش عارف في أهل الحياة أشكر حضرتك إزاي كلام جميل كلام بسيط يصل للقلوب شكرا جزيلا لحضرتك وأسعد بصدافتك دايما شكرا لحضرتك جدا أعزائي المشاهدين وختاما أقول أذكر نفسي وإياكم بقوله سبحانه وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ هذا وعد بالزيادة فأبشر يا من ترى أنك رزقت قليلا وهل أصدق من الله قيل وقد قال ربنا وقليل من عبادي الشكور فاللهم جعلنا من هذا القليل المأجور وقالت العلماء الشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة وشكر لله في بدء ومختتم فالله أكرم من أعطى ومن وهبى دمتم شاكرين في أمان الله اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى